اعزائي طلبة وطلبات التعليم الفني مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة تخطيط وإدارة انتاج الصف الثالث سينوي صناعي تخصص صباغة وطباعة وتجهيز المنسجات حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن مراجعة عامة لدراسة تكاليف الانتاج لعمليات مختلفة طبعا احنا عارفين العمليات المختلفة دي سواء اذا كانت عملية حرق الوبرة او عملية ازالة المواد التقوية الصناعية او عملية الغلية او عملية الطبيض او عملية الصباغة او عملية الطباعة او عملية التجهيز او عملية الفحص فاحنا هناخد مثال على كل عملية علشان نسترجع معلوماتنا ونعرف احنا خدنا ايه هنبدأ كده مع بعض المثال الاول بيقول لي يراد حرق وبرد كمية من القماش وزنها 3500 كيلو جرام وزن المتر الطولي منها 140 جرام باستخدام ماكينة لها بمباشر زاتة اربعة مواقد المواقد الواحد يستهلك بنزين بمعدل واحد لتر لكل 250 متر يعني انا عندي الماكينة دي فيها اربعة مواقد هو مديني بيانات مواقد واحد وسعر لتر البنزين 150 كرش المطلوب اللي عايزنا استخرجه من المثال دوت ايجاد كمية البنزين المستخدمة وزنها ايجاد زمن العملية اذا كانت سرعة الماكينة 1250 متر في الساعة ايجاد كيمة الاجور المقدرة بنسبة 80% من زمن البنزين ايجاد كيمة المصاريف المقدرة بنسبة 20% من ثمن البنزين يعني هو مديني بيانات مواقد واحد والماكينة فيها اربعة مواقد وعايزنا اجيب كمية البنزين المستخدمة كلها وعايزنا اجيب ثمنها وبعد ما اجيب ثمنها هو عايز زمن العملية زمن العملية عندي بجيبه من سرعة الماكينة اول ما يطلب الزمن عندي ببص على طول على سرعة الماكينة عشان اطلعه منها هو هنا مديني سرعة الماكينة 1252 متر في الساعة هي دي اللي هجيب منها الزمن بعد كده هطلع له قيمة الاجور المقدرة بنسبة 80% من ثمن البنزين اللي انا هبقى طلعته وعايز قيمة المصاريف المقدرة بنسبة 20% من ثمن البنزين نبدأ كده مع بعض نحل اول حاجة هنجيبها طول القماش طول القماش احنا متعودين بنجيبه ازاي نجيبه مع بعض نكتب كده القانون طول القماش بيساوي وزن القماش في الف بنسميها الف سابتة على وزن المتر الطول وزن المتر الطول ونبدأ نعوض انا عندي هنا طول القماش القانون بتاعه وزن القماش بنضربه في الف سابتة ده عشان نحول من الكيلو جرام الى الجرام لان احنا نطلع هنقسم على وزن المتر الطولي بالجرام فما ينفعش هنقسم بالكيلو جرام على الجرام نازم نحوله يبقى جرام وجرام فوزن القماش هو بالدهوني بالكيلو جرام بضربه في الف بسميها سابتة بس هي عشان التحويل من الكيلو جرام الى الجرام على وزن المتر الطولي نبدأ معوض عندي وزن القماش هو متدهوني في المثال 3500 كيلو جرام نكتبه 3500 كيلو جرام في الالف بتاعتنا السابطة اللي احنا بنحول بيها من الكيلو جرام الى الجرام على وزن المتر الطولي اللي هو متدهوني في المثال 140 ونبدأ نتعامل بالالع الحسبة هيطلع عندي الناتج 25000 متر وبكده انا بقى جبتله طول القماش طب انا هجيبلي طول القماش ليه عشان هو مديني بيانات الموقد الواحد عندي بيقولي انها كام نشوفها كده مع بعض بيقولي بيانات الموقد الواحد بيستهلك بنزين بمعدل 1 لتر لكل 250 متر يعني انا بكتبها كده واحد لتر لكل 250 متر تمام كده عشان كده انا جبتله طول القماش عشان خاطر هو مديني معدل الموقد الواحد وانا كل 250 متر بيستهلكه واحد لتر طب الكمية القماش كلها عدد الامطار كلها اللي انا طلعتها دي اللي هي 25000 دي هتستهلك قد ايه بنزيم هنجيبها مع بعض هنكتب طبعا عدد الامطار تحت الامطار اللي هو طول القماش كله الخمسة وعشرين الف ماشي والعدد اللي طرات بتاعة البنزيم دي هي اللي مجهولة اللي انا عايزيها هبدأ اعمل طرفين في وسطين بالشكل دو عشان اجيب له كمية البنزيم يبقى احنا كده كمية البنزيم للموقد الواحد كمية البنزيم للموقد الواحد هتساوي نبدأ نضرب واحد في خمسة وعشرين الف ونقسمهم على المتين وخمسين متر واحد في الخمسة وعشرين الف ونقسمهم على المتين وخمسين متر عشان نجيب عدد اللي ترطل الموقد الواحد نعملها كده مع بعض ادي الواحد في خمسة وعشرين الف على المتين وخمسين ونبدأ نتعامل بالقلة الحسبة هيطلع عندنا ميت لتر ده ده للموقد الواحد ده للموقد ايه الواحد طب هو ايه اللي ان المكينة زيت اربعة مواقد يبقى انا كده المفروض اجيب كمية البنزيم للاربع مواقد كمية البنزين للاربع مواقد هتساوي هاخد الميت لتر دي هاضربها في اربعة دي الميت لتر دي في الموقد الواحد طب انا عندي اربعة مواقد دي بقى انا اخد الميت لتر دي اضربها في اربعة علشان خاطر اجيب كمية البنزيم للاربع مواقد هتساوي عندي اربعمائة لتر طيب ده أنا هستهلك 400 لتر بنزيم في العملية بتاعتي طب هو قال لي إن البنزيم بتاعي اللتر الواحد ب150 إرش يبقى أنا كده هو عرف أجيب 8 البنزيم كله أيه هو عرف أجيبه يبقى هنا سمن البنزين هيساوي اللي 400 لتر اللي أنا هستخدمهم في سعر اللتر الواحد اللي هو قال لي 150 كرش وتعامل بالقلة الحزبة هيطلع عندي 60 ألف كرش وبكده بقى جبتله 8 البنزيم طيب هو عايز تاني مني إيه عايز زمن العملية زمن العملية أو زمن العملية قلنا بنجيبه منين من السرعة بنبص على سرعة المكينة هو قال لي المكينة بتستهلك 1250 متر في الساعة 1250 متر في الساعة يعني إحنا كده المفروض نقول إن إحنا بنستهلك 1250 متر كل واحد ساعة 1250 متر كل واحد إيه ساعة طيب أنا عندي كم متر من القماش طول القماش كله الإجمالي بتاعي كم متر 25 ألف اللي أنا لسه مطلعاها تمام كده أهي طول القماش 25 ألف تمام كده طول القماش يبقى أنا هكتبه تحت الأمطار عشان يجيب زمن للوقت كله أو للعملية كلها عدد الساعات هي اللي مجهولة عندي نبدأ برضو نضرب طرفين في وسطين يبقى إحنا كده هنجيب زمن العملية هيساوي زمن العملية هيساوي هنضرب الواحد في الخمسة وعشرين ألف ونقسمه على 1200 وخمسين تمام كده؟ طيب هيطلع الناتج عندي 20 ساعة يبقى أنا كده الزمن بتاع العملية علشان أجهز الخمسة وعشرين ألف متر قماش هستهلك 20 ساعة طيب هو طالب مني قيمة الأجور وقيمة المصاريف نبدأ نجيبهم قيمة الأجور هو قال لي 80% من 8 البنزين يبقى هنا قيمة الأجور بتساوي قيمة الأجور هتساوي أنا عندي 8 البنزين كام؟ هو قال لي 80% من 8 البنزين أنا طلعت 8 البنزين 60 ألف كرش هضربها في النسبة اللي هو من الدهن بتاعة الأجور هو قال لي 80% من 8 البنزين خلاص يبقى أنا اضربها في 80% بنكتبها كده 80 على 100 ونطلع النتج بتاعنا هيطلع 48 ألف كرش 48 ألف كرش طيب بعد ما جبنا له قيمة الأجور هو عايز قيمة المصاريف وقال لي أن هي 20% من 8 البنزين برضو يبقى احنا كده هنجيب قيمة المصاريف هتساوي 8 البنزين اللي احنا طلعناه اللي هو 60 ألف في نضربه في النسبة اللي هو من الدهاني هو قال لي 20% يبقى نضربها فيه 20 على 100 ونطلع النتج بتاعنا هيطلع 12 ألف كرش وبكده نبقى جبناله كل المطلوب وبكده يبقى احنا راجعنا على دراسة تكاليف الانتاج لعملية إزالة الوبرة نبص كده مع بعض في المثال احنا عملنا إيه؟ هو طبعا طلب مني أن أنا أجيب حرق وبر كمية من القماش وزنها 3500 كيلو جرام وديني وزن المتر الطول 140 عشان نجيب منهم طول القماش وقال لي أن الماكينة فيها أربعة مواكد ذات أربعة مواكد وداني بيانات الموقد واحد بيستهلك بنزين بمعدل واحد لتر لكل 250 متر كل 250 متر بيشتغلوا على المكنة بيستهلكوا واحد لتر بنزين من القماش ده ده بيانات الموقد الواحد هم الدهوني عشان أطلعوا وبعد ما أطلعوا أضربوا في أربعة عشان يجيب الأربعة مواكد زي ما عملنا وقال لي سعر لتر البنزين الواحد 150 إرش ده عشان لما أجيب كمية البنزين كلها أضربوا في سعر اللتر الواحد واجيب الناتج بتاعي ثمن البنزين في كله مع بعض إحنا عملنا إيه؟ طول القماش طبعا ضربنا أهوة وزن القماش في الألف سابتة على وزن المتر الطولي طلع عندي 25 ألف متر بدأنا إحنا نجيب كمية البنزين للموقد الواحد طربنا طول القماش في الواحد لتر البنزين وأسمناهم على المتين وخمسين متر اللي هما الدهوني طلعت 100 لتر كمية البنزين للأربعة مواكد خدنا المية اللتر بتوعنا دول اللي إحنا طلعناهم للموقد الواحد وضربناهم في أربعة عشان أنا عندي أربعة مواكد ادتني أربعمائة لتر إذن يبقى أنا هستهلك بنزين أربعمائة لتر في العملية طيب اللتر الواحد بنشتريه بمية وخمسين قرش ده ثمنه يبقى احنا نضرب الاربعمائة لتر اللي إحنا هنستخدمهم في سعر اللتر الواحد اللي مدهوني مية وخمسين قرش طلعت ستين ألف قرش بعد كده جبنا زمن العملية اللي هو طلبه زمن العملية ضربنا هو قال اللي بتستهلك واحد ساعة في ألف متين وخمسين متر كل ألف متين وخمسين متر بيستهلكوا واحد ساعة يبقى احنا ضربنا الواحد ساعة في طول القماش كله أسامناهم على ألف متين وخمسين قرش المتر اللي هم بيستهلكوا في الساعة طلع عندي زمن العملية عشرين ساعة بعد كده جبنا كيمة الأجور طبعا هو قال لـ 80% من تمن البنزين جبنا تمن البنزين ضربناه في النسبة للدهاني 80% طلعت 48 ألف كرش بعد كده هنجيب كلمة المصاريف قال لي برضو كعشرين في المية من تمن البنزين جبنا تمن البنزين وضربنا في النسبة للدهاني عشرين على مية طلعت اتناشر الف كرش وبكده يبقى احنا خدنا مراجعة على دراسة تكاليف الانتاج لعملية حرق الوبرة نخش على الدرس اللي بعديها ناخد دراسة تكاليف الانتاج لعملية ازالة النشا احنا مثال اتنين بيتكلم عن عملية النشا بيقول لي يراد اجراء عملية ازالة النشا لكمية من القماش القطن طولها 4000 متر ووزن المتر الطولي منها 125 جرام برضو بيديني طول القماش وبيديني وزن المتر الطولي عشان اجيب منهم وزن القماش بيديني ان انا هستهلك 5 جرام لكل لتر صودة كوية سعر الكيلو منها 6 جنيه اتنين جرام لكل لتر مادة مبللة سعر الكيلو منها 5 جنيه دول المادتين اللي انا هستخدمهم مديني المادة بتاعتي النسبة الاولانية بتاعت الصودة الكوية 5 جرام لكل لتر ومديني السعر بتاعتها 6 جنيه للكيلو المادة التانية اللي هي المادة المبللة النسبة بتاعتها 2 جرام لكل لتر وسعر الكيلو منها 5 جنيه طالب مني ايه؟ ايجاد كمية كل مادة من المواد المستخدمة وثمنها علما بقى ان نسبة الكعدة 1 الى 10 طبعا هو مديني نسبة القعد عشان هطلع منها حجم المحلول إيجاد قيمة الأجور المقدرة بنسبة 20% من 8 المواد المستخدمة يبقى بعد ما طلع 8 المواد المستخدمة أجمعهم واضربهم في النسبة المدهاني لـ 20% عشان هطلع قيمة الأجور إيجاد إجمال الفقد في وزن القماش نتيجة إزالة النشا إذا كان وزنه بعد العملية 465 كيلو نبدأ كده نحل مع بعض أول حاجة هجيبها وزن القماش وزن القماش زي ما قولنا بنجيبه طول القماش في وزن المتر الطولي على ألف سابتة نكتب كده القانون مع بعض وزن القماش بيساوي طول القماش في وزن القماش المتر الطولي على ألف وبنسميها ألف سابتة بنسميها ألف إيه؟ سابتة لأن إحنا هنقسم وزن المتر الطولي ده بالجرام وأنا هطلع وزن القماش بالكيلو جرام فبقسم على ألف عشان أحول من الجرام إلى الكيلو جرام نبدأ نعود كده مع بعض طول القماش هو مدهوني في المثال كام؟ أربعة آلاف وزن المتر الطولي مدهوني مية خمسة وعشرين نعود مية خمسة وعشرين على الألف السابتة بتاعتي ونبدأ نطلع الناتج بتاعنا هيطلع خمسمائة كيلو جرام كده أنا جبتله وزن القماش بعد ما جبتله وزن القماش هجب له حجم المحلول حجم المحلول عندي هو مديني طبعا نسبة الكعد عشان يجيب منها حجم المحلول حجم المحلول بتاعي بيساوي وزن القماش في نسبة القعد هو مديني نسبة القعد واحد إلى عشر ووزن القماش انا لسه مطلعها هوة ال 500 كيلو نبدأ نعوض على طول وزن القماش 500 كيلو اللي انا لسه مطلعها في نسبة الكعد هو الدنيا نسبة الكعد كام 1 الى 10 يبقى انا هاخد العشرة اضربها في ايه في العشرة وزن القماش بتدرب في نسبة الكعد 1 الى 10 انا باخد العشرة باضربها فيها تمام كده هيطلع عندي نسبة الحجم المحلول عندي 5000 لتر 5000 لتر وبقى كده جيبت له حجم المحلول طب انا هستفيد ان انا جيبت حجم المحلول هو مش طالبه مني ماشي ما هو انا محتاجة لها ان حجم المحلول ده مفتاح المسألة اللي هجيب بها كمية المواد اللي هو مدهاني كمية الصودة الكوية وكمية المادة المبللة طالما جيبت حجم المحلول يبقى انا كده هقدر ان انا اجيب له كمية المواد اول مادة هجيبها كمية الصودة الكوية كمية الصودة الكوية هتساوي هنضرب حجم المحلول اللي احنا لسه مطلعينه ده اللي بنقول عليه مفتاح المسألة اللي هو حجم المحلول الخمس تلاف في النسبة بتاعة الصودة الكوية هي نسبة الصودة الكوية الدهني كام مش كانت خمسة جرام لكل لتر يبقى اضربها في الخمسة وقسمها على الف بضربها في نسبة الصودة الكوية هو قال لي خمسة جرام لكل لتر يبقى بضرب حجم المحلول اللي انا طلعته في نسبة السودة الكوية اللي هي 5 جرام لكل لد وبقسمهم على 1000 وابدأ اطلع الناتج عندي هيطلع 25 كيلو جرام طيب انا هستهلك سودة كوية 25 كيلو وقال لي ان الكيلو ب6 جنيه يبقى اعرف اجيب 8ها اي واعرف اجيب 8ها طالما جبت كمية المادة عدد الكيلوهات بتاعتها قال لي ان انا هستخدم 25 كيلو 25 كيلو والكيلو ب6 جنيه عندي يبقى انا كده هضرب 25 في ال6 جنيه عشان اجيب 8 السودة الكوية يلا كده نحلها مع بعض يبقى هنا 8 السودة الكوية هيساوي هناخد 25 كيلو اللي انا لسه مطلعهم دول واضربهم في سعر الكيلو الواحد بتاع السودة الكوية اللي احنا هو قال لي في المثال 6 جنيه وابدأ اطلع الناتج بتاعي هيطلع 150 جنيه كده انا جبت له كمية السودة الكوية وجبت له 8ها بعد ما جبت له كمية السودة الكوية وتامانها هبدأ اخش على المادة التانية اللي هي المادة المبللة برضو كنفس القصة هجيب له كميتها وتامانها يبقى جيب كمية المادة المبللة هتساوي زي ما عملت في السودة الكوية هعمل في المادة المبللة انا عملت ايه في السودة الكوية مش استخدمت حجم المحلول ضربته في النسبة هعمل هنا برضو كده في المادة المبللة هستخدم حجم المحلول اللي هو 5000 في النسبة بتاعت المادة المبللة هو المادة المبللة قال لي النسبة بتاعتها كام قال لي 2 جرام لكل لتر يبقى اضربها فيه الاتنين واقسمها على الف وابدى اطلع الناتج بتاعي هيطلع 10 كيلو جرام طب انا هستهلك 10 كيلو جرام مادة مبللة الكيلو الواحد قال لي بكام بخمسة جنيه انا هجيب 10 كيلو والكيلو الواحد بخمسة جنيه يبقى انا كده هجيب 8 المادة المبللة هيبقى كام نبدأ ان احنا نشوف هنستهلك كام كيلو زي ما قولنا هنستهلك 10 كيلو العشرة كيلو هنضربهم في سعر الكيلو الواحد اللي هو مدهوني في المثال بخمسة جنيه عشان نطلع 8 المادة المبللة كلها يلا نحلها مع بعض 8 المادة المبللة هيساوي العشرة كيلو اللي انا هستخدمهم في سعر الكيلو الواحد اللي هو خمسة جنيه هيساوي 50 جنيه وكده بقى جبتله كمية الصودة الكوية وتمنها وجبتله كمية المادة المبللة وتمنها طيب انا بحتاج اجيب اجمالي 8 المواد انا جبت كمية 8 الصودة الكوية طلع عندي 150 جنيه وتمن المادة المبللة طلع 50 جنيه 150 جنيه للصودة الكوية و50 جنيه للمادة المبللة انا محتاجة اجيب اجمالي 8 المواد اللي انا استخدمتها عشان اجيب منها قيمة الاجور وقيمة المصاريف لانهم الدهاني بالنسبة في المية من 8 المواد نبدأ مع بعض نجيب اجمالي 8 المواد اجمالي 8 المواد احنا قلنا ان الصودة الكوية كانت ب150 جنيه زائد المادة المبللة كانت ب50 جنيه اذا يبقى انا كده عندي اجمالي 8 المواد 200 جنيه بعد ما جبت اجمالي 8 المواد هجيب بقى قيمة الاجور اللي قال لي بنسبة 20% من 8 المواد قيمة الاجور هو قال لي بنسبة كام 20% من 8 المواد اللي هي المتين جنيه دي يبقى احنا كده هناخد المتين جنيه نضربها فيه النسبة اللي من الدهان اللي هي 20% بكتبها 20 على 100 وابدأ اتعامل اطلع الناتج هيطلع 40 جنيه هتفحهم اجور دي قيمة الاجور طب هو في حاجة تانية قال هالي قال لي عايز مقدار الفقد في وزن القماش لان كده بعد العملية القماش عندي اصبح 465 كيلو طيب انا مشانا مطلعة ان وزن القماش 500 كيلو في بداية المثال خالص مطلعة ان القماش عندي 500 كيلو طيب وبعد العملية قال لي ان القماش بقى 465 كيلو يبقى كده فيه فقد في القماش القماش فقد من وزنه لان انا بعمل ازالة لمواد التقوية الصناعية فعلشان كده ان هو ايه بيفقد من الوزن نبدأ ان احنا نطرح عشان نعرف مقدار الفقد قد ايه هنطرح اللي 465 اللي هما بعد العملية من الوزن الاساسي اللي دخل بيه اللي هو كان 500 كيلو نبدأ نعملها كده مع بعض يبقى مقدار الفقد مقدار الفقد في وزن القماش هيساوي ال500 كيلو الاساسية اللي هو دخل بيهم اللي احنا مطلعينهم ناقص 465 اللي هما بعد العملية هيساوي 35 كيلو جرام يبقى احنا كده مقدار الفقد بتاعنا 35 كيلو جرام من القماش فقد من وزنه طيب نبص كده مع بعض احنا عملنا ايه في المثال المثال بتاعي هو يراد اجراء عملية ازالة النشا لكمية من القماش القطن طولها 4000 متر ووزن المتر الطولي منها 125 احنا استفدنا ايه من طول القماش ومن وزن المتر الطولي ان احنا طلعنا منهم وزن القماش وبيديني نسب المواد بتاعتي انا هستخدم مادتين السودة الكوية النسبة بتاعتها 5 جرام لكل لتر وسعر الكيلو منها 6 جنيه المادة المبللة النسبة بتاعتها 2 جرام لكل لتر وكيلو منها ب5 جنيه عايز كمية كل مادة من المواد المستخدمة وثمنها ومديني نسبة القعد 1 الى 10 دي اللي احنا هنطلع منها حجم المحلول لان احنا هنا مديني النسبة بتاعت المواد فوق لو تلاحظوا النسبة الكوية والمادة المبللة مديني النسبة بالايه بالجرام لكل لتر واحنا قلنا لما بيبقى مديني النسبة بتاعت المادة جرام لكل لتر بستخدم حجم المحلول في ان انا جيب كمية المادة وعايز قيمة الاجور المقدرة بنسبة 20% من 8 المواد المستخدمة زي ما جبناها ان احنا جمعنا 8 المواد وضربناها فيه الـ 20 عالمية عشان نجيب قيمة الاجور بعد كده قال لي ايجاد اجمال الفقد في وزن القماش نتيجة ازالة النشا اذا كان وزنه بعد العملية 465 دي اللي احنا طرحناها من وزن القماش كله اللي هو 500 كيلو علشان خاطر نطلع كمية الفقد في الوزن اللي هي 35 كيلو ودي الحل قدامنا اول حاجة جبناها زي ما قلنا وزن القماش ضربنا طول القماش في وزن المتر الطولي على 1000 سابتة طلع عندي وزن القماش 500 كيلو جرام جبنا حجم المحلول من وزن القماش في نسبة القعد ال500 دي اللي هي وزن القماش وال10 اللي هي نسبة القعد اللي قال لي 1 الى 10 فانا باخد الرقم التاني اللي هو العشرة طلع عندي حجم المحلول 5000 لتر بعد كده بقى طالما جبت حجم المحلول ببدأ أجيب منه كمية المواد اللي عندي كمية الصودة الكوية وكمية المادة المبللة بضرب عندي حجم المحلول اللي هو 5000 في النسبة بتاعة المادة الأولى اللي هي الصودة الكوية قال لي 5 جرام لكل لتر بضربها في الخمسة على الالف طالما أنا هستخدم 25 كيلو والكيلو ب6 جنيه يبقى أنا كده هجيب 8 الصودة الكوية بضرب 25 كيلو في 6 جنيه طلع عندي 150 جنيه ده تمن الصودة الكوية المستغطمة طيب نخش على المادة التانية كمية المادة المبللة برضو بنضرب حجم المحلول اللي أنا طلعته عشان النسبة بتاعتها بالجرام لكل لتر بنستخدم حجم المحلول الخمس تلاف اللي هي حجم المحلول في النسبة بتاعة المادة المبللة اللي هي 2 وبنقسمهم على 1000 طلعت عندي 10 كيلو طبع أنا هستخدم 10 كيلو من المادة المبللة والكيلو قال لي ب5 جنيه يبقى أنا جيب 8 المادة المبللة بضرب العشرة كيلو في سعر الكيلو الواحد ل5 جنيه هيساوي 50 جنيه بعد كده هجيب اجمالي 8 المواد عندي جامعة 8 الصودة الكوية اللي هو 150 زائد 8 المادة المبللة اللي هو 50 طلع 200 جنيه طالما جبت اجمالي 8 المواد ابدأ اجيب منه قيمة الجور اللي قال لي بتقدر ب20% من 8 المواد المستخدمة جبت له هو 8 المواد المستخدمة اللي هي المتين وضربتها في النسبة اللي هو الدهاني عشرين عالمية تلعت أربعين جنيه. آخر خطوة في المثال مقدار الفقد في وزن القماش. إحنا طلعنا القماشة هوت فأول خطوة فوق خالص تو وزن القماش كان كام؟ خمسمية قال لي بعد العملية بقى أربعمية خمسة وستين. عايز بقى مقدار الفقد في الوزن. بنترح اللي أربعمية خمسة وستين من الخمسمية هيطلع عندي خمسة وثلاثين كيلو جرام اتفقد القماش من وزنه. نخش بعد كده على درس جديد هناخد مراجعة على دراسة تكاليف الانتاج لعملية الغلي. ده الدرس رقم ثلاثة. مطلوب غلي كمية من القماش القطن طولها 15 ألف متر. ووزن المتر الطولي منها 120 جرام باستخدام المواد الآتية. أربعة في المية صودة كوية 8 كيلو منها 6 جنيه. مش ملاحظين حاجة؟ إن هنا المادة بتاعة الصودة الكوية مديني النسبة بتاعتها إيه؟ أربعة في المية. في المثال اللي كان قبل كده مدهوني مثلاً بالجرام لكل لتر. مديني الرقم جرام لكل لتر. طب هنا مدهاني في المية. طب إيه الفرق؟ الفرق إن أنا لما بيديني جرام لكل لتر باستخدم حجم المحلول. لما يديني النسبة بتاعة المادة جرام لكل لتر باستخدم حجم المحلول. لكن لما يديني النسبة بتاعة المادة رقم في المية. باستخدم وزن القمش. وركز في الحتة دي كويس أول. عشان لما بيجيني الرقم بتاعي في المية. باستخدم وزن القمش. وده بيعتبر مفتاح المسألة عندي. اللي بضربه في النسبة بتاعة المادة. لكن لما بيدهوني بالجرام لكل لت. باستخدم حجم المحلول. وبردك بيبقى ده مفتاح المسألة عندي. بضربه في النسبة بتاعة المادة. عشان يجيب الكمية بتاعتها. نكمل المثال مع بعض. قال لي 200 جرام كربونات سوديوم لكل 100 متر من القمش. 8 كيلو منه 8 جنيه. 3 جرام لكل لتر. لسابول 8 كيلو منه 5 جنيه. ده المثال دوت مركب. فيه كذا فكرة وفيه كذا خطوة. يعني أول خطوة السودة الكوية المادة دي احنا هنجيبها عن طريق وزن القمش. وزن القمش عندي. هجيبه عشان أجيب كمية السودة الكوية. طيب النقطة اللي بعديها اللي هي كربونات السوديوم. دي هجيبها هو من دهاني لفة شوية. بيقول لي 200 جرام لكل 100 متر. فدي هجيبها بالنسبة لطول القمش. المادة الليقولها هجيبها الوزن القمش. المادة التانية هجيبها بالنسبة لطول القمش. المادة التالتة اللي هي اللي سابول. هجيبها بيقول لي 3 جرام لكل لتر. هجيبها بالنسبة لحجم المحلول المثال ده هجيب فيه الأفكار كلها كل الأفكار هستخدمها في المثال ده مثال مهم جدا ومثال قوي وكويس المطلوب إيجاد كمية كل مادة من المواد المستخدمة وسمنها عينما بقى أن نسبة القعد 1 إلى 5 ما هو عارف أن أنا هجيب حجم المحلول عشان كده مديني نسبة القعد. إيجاد كيمة المصاريف المقدرة بنسبة 10% من 8 المواد طبعا بعد ما جيب 8 المواد كلها هضربها في النسبة اللي مديني العشرة في المية عشان أجيب كيمة المصاريف. بعد كده آخر نقطة إيجاد كيمة الأجور المقدرة بنسبة 3 جنيه لكل 100 متر من القماش. نبدأ كده نحل مع بعض. أول حاجة هنجيبها وزن القماش. نحل بأدينا علشان المعلومات تثبت في دماغنا. ونكتب القوانين وزن القماش بيساوي نكتب القنون كده مع بعض طول القماش في وزن المتر الطولي وزن المتر الطولي على ألف ونسميها ألف سابتة يبقى وزن القماش طول القماش بنضربه في وزن المتر الطولي على ألف سابتة نبدأ نعوض كده مع بعض طول القماش هو من الدهوني كام؟ من الدهوني 15 ألف متر في وزن المتر الطولي من الدهوني كام؟ 120 جرام على الألف السابتة اللي عندي. ونبدأ نطلع الناتج هيطلع 1800 كيلو جرام أنا جبت وزن القماش عشان هجيب منه كمية الصودة الكوية لأن كمية الصودة الكوية من الدهاني النسبة بتاعتها 4% من الدهانة 4% في المية فلما قلنا لما بتبقى النسبة بتاعت المادة رقم في المية باستخدم وزن القماش عشان كده أنا جبت له وزن القماش باعت كده أجيب بقى كمية الصودة الكوية على طول عشان أنا هطلعه من وزن القماش كمية الصودة الكوية هتساوي هناخد وزن القماش عندي اللي أنا طلعته اللي هو كام 1800 1800 هضربه في النسبة بتاعت الصودة الكوية الصودة الكوية النسبة بتاعتها قال لي كام قال لي 4% يبقى هضرب وزن القماش اللي هو 1800 في اللي 4% بتكتب كده 4 على 100 تمام كده وابدأ أتعامل وطلع الناتج بتاعي هيطلع 72 كيلو جرام طيب أنا الصودة الكوية هستخدم 72 كيلو وقال لي أن سعر الكيلو الواحد 6 جنيه عايز بقى أعرف تمنها تمن الصودة الكوية ثمن الصودة الكوية هيساوي الكمية اللي أنا هستخدمها اللي هي 72 كيلو هضربها في سعر الكيلو الواحد اللي هو قال لي عندي في المثال ب6 جنيه هتساوي 432 جنيه وكده بقى جبتلو كمية الصودة الكوية وجبتلو 8 جنيه هجي بقى بعد كده كمية الكربونات هي كمية الكربونات هي كمية الكربونات نبص عليها في المثال كده كمية الكربونات قال لي إيه؟ قال لي 200 جرام كربونات سوديوم لكل 100 متر يعني المفروض إن أنا بعملها بالشكل ده 200 جرام كربونات لكل إيه؟ لكل 100 متر تمام كده يعني هو جايبها لي بالنسبة لطول القماش أنا هستخدم قد إيه كربونات أنا مش عارفها أنا اللي هجيبها هجيب كمية الكربونات هي دي اللي مجهولة عندي طب الأمطار لقى الأمطار أنا عارفها هو قال لي 200 جرام لكل 100 متر طب القماش كله كم متر؟ 15 ألف متر مش هو مديني طول القماش في المثال 15 ألف متر نكتبه تحت الإيه؟ الأمطار 15 ألف متر دي طبعا هي اللي مجهولة عندي بالشكل ده نبدأ إن إحنا نجيبها طرفين فوسطين عشان أجيب له كمية الكربونات يبقى هنا كمية الكربونات هتساون هنضرب الميتين فيه 15 ألف 200 فيه 15 ألف ونقسمهم على المية تمام كده؟ طب في حاجة تانية أنا هنا كمية الكربونات مدهني بالإيه؟ بالجرام طب أنا أطلع كمية الكربونات عندي كمية الكربونات هتلحها بالإيه؟ هتلحها بالكيلو جرام يبقى المفروض أقسم على ألف تانية عشان أحول من الجرام إلى الكيلو جرام تمام كده؟ يبقى أنا كده أسمت على ألف عشان بحول من الجرام إلى الكيلو جرام أنا هطلع الناتج عندي بالكيلو جرام ونبدأ نتعامل ونطلع الناتج بتاعنا هيطلع 30 كيلو جرام كربونات هستخدمهم طيب قال لي كيلو الكربونات بكم؟ بتمانية جنيه وأنا هستخدم 30 كيلو يبقى أنا كده ينفع أجيب تمام الكربونات؟ أيوة ينفع أجيب يبقى احنا هنا تمام الكربونات هيساوي التلاتين كيلو اللي أنا طلعتهم الكمية اللي أنا هستخدمها في سعر الكيلو الواحد اللي هو الدهوني كان تمانية جنيه هيطلع عندي الناتج 240 جنيه وبكده بقى جبتله كمية الكربونات وجبتله تمانها جبتها له عن طريق إيه؟ عن طريق طول القماش لأنه هو قال لي 200 جرام كربونات لكل 100 متر فعشان كده اضطررت إن أنا أستخدم طول القماش عشان أطلع له الكمية بتاعة الكربونات اللي أنا هستخدمها ومنها جبتله تمانها طيب لسه في المادة الثالثة عندي اللي أنا هجيبها ديت هجيب لها هجيبها من حجم المحلول هجيبها منين؟ من حجم المحلول. ليه؟ لأنه هو قال لي أن كمية الليسابول 3 جرام لكل لتر. كمية الليسابول كام؟ 3 جرام لكل لتر. أول حاجة جيبها حجم المحلول. يبقى هنا حجم. المحلول هيساوي. نكتب القانون بتاعه عشان نتذكره. وزن القماش في نسبة القعد. حجم المحلول بنجيبه. وزن القماش في نسبة القعد. وزن القماش عندي كام؟ هو مدهوني في المثال. مديني في المثال أن القماش بتاعي 1800 كيلو. تمام كده؟ في نسبة القعد. نسبة القعد هو مدهاني 1 إلى 5. يبقى بأخد الخمسة الرقم التاني. تمام كده؟ عشان يجيب حجم المحلول. يبقى كده هيطلع عندي حجم المحلول 9000 لتر. جبت له حجم المحلول اللي هو مفتاح المسألة اللي هجيب منه كمية اللي سابول اللي قال لي نسبته 3 جرام لكل لتر. واستخدمت حجم المحلول لأنه هو قال لي أن النسبة جرام لكل لتر. طالما جرام لكل لتر بستخدم حجم المحلول. وبأكد تاني لو قال النسبة في المية بستخدم وزن القماش. النقطة دي لازم نركز فيها جدا لان كل الامثلة بتاعتنا يبتيجي نسبة في المية يبتيجي بالنسبة جرام لكل لتر لو جاي للنسبة بتاعت المادة في المية باستخدم وزن القمش لو جاي للنسبة بتاعت المادة جرام لكل لتر باستخدم حجم المحلوم وهو في المثال ده والجميع لكل الافكار عشان خاطر يعرفني الفرق بين ده وده وتأجيبه ازاي لو فهمت المثال ده انا كده يعتبر فهمت المنهج كله عندي يلا نبدأ نحلي كده مع بعض هجيب كمية بقى الليسابول كمية الليسابول هتساوي هاخد حجم المحلول اللي انا طلعت اللي هو 9000 هضربه فيه النسبة بتاعت الليسابول اللي مدهاني 3 جرام لكل لتر واقسمه على 1000 هيطلع عندي الناتج 27 كيلو جرام طب انا هستخدم لسابول 27 كيلو وقال ان الكيلو بتاع الليسابول بخمسة جنيه يبقى انا كده 8 الليسابول كله كام نجيبه مع بعض سمن الليسابول هيساوي الكمية اللي انا هستخدمها اللي هي 27 كيلو فيه سعر الكيلو الواحد اللي هو مدهوني 5 جنيه وطلع الناتج بتاعي هيطلع 135 جنيه طيب جبت له 8 الليسابول وقبل كده جبت له 8 الكربونات وجبت له 8 الصودة يبقى انا كده جبت له كمية كل المواد وجبت له اسمنها ابدأ بقى جيب اجمالي سمن المواد اجمالي سمن المواد يلا نبص مع بعض كده احنا جبنا الكمية بتاعة الصودة الكوية كانت كام 8 كان 432 زائد 8 الكربونات كان كام كان 240 زائد 8 اللي سابه كان كام 135 يبقى انا كده جمعت له كل المواد بتاعتي اسمنها عشان اجيب اجمالي 8 المواد هيساوي عندي 807 جنيه طب انا جبت له اجمالي 8 المواد ليه علشان هاجيب منها قيمة المصاريف اللي قال لي مقدرة بنسبة 10% من 8 المواد يبقى انا عشان اجيب قيمة المصاريف كيمة المصاريف هاخد اجمالي 8 المواد اللي هو اللي انا مطلعاته من 107 ده واضربه فيه النسبة اللي من الديهاني اللي هو قال لي 10% يبقى باضربه فيه 10 على 100 واطلع الناتج عندي هيطلع 80.7 من 10 جنيه تمام كده طيب بعد كده قال لي ان الاجور مقدرة برضو بنسبة 3% من 8 من ايه نشوفها كده مع بعض في المثال قال لي ايجاد قيمة الاجور المقدرة بنسبة 3 جنيه لكل 100 متر من القماش اخر سطرة هوت في المثال ايجاد قيمة الاجور المقدرة بنسبة 3 جنيه لكل 100 متر من القماش نبدأ ان احنا نجيبها زي ما تعودنا بالشكل ده احنا بنقول 3 جنيه لكل 100 متر من القماش 3 جنيه لكل 100 متر من ايه من القماش طب انا عندي القماش كله كم متر هو مدوني في المثال مباشرة انا هوت 15000 متر وعايز قيمة الاجور بتاعتي دي هي اللي مجهولة اللي عايزة اجيبها نبدأ نعمل طرفين فواسطين بالشكل دوت عشان اجيب له قيمة الاجور بتاعتي تمام كده يبقى احنا كده هنجيب له قيمة الاجور بتساوي قيمة الاجور بتساوي هندرب التلاتة في الخمستاشر الف ونقسمهم على 100 قادي التلاتة في الخمستاشر الف ونقسمهم على 100 ونبدأ نطلع الناتج بتاعنا هيطلع 450 جنيه وبكده نبقى احنا خلصنا المثال وجبنا له كل اللي مطلوب منه طيب نبص كده على المثال تاني عشان نسترجع معلوماتنا ونشوف احنا عملنا ايه هو طالب مني غالي كمية من القماش القطن طولها 15 الف متر ووزن المتر الطولي منها 120 جرام باستخدام المواد الاتية مديني اول مادة النسبة بتاعتها في المية 4 في المية صودة كوية 8 كيلو منها 6 جنيه واحنا قلنا لما بيجين الرقم بتاع المادة او النسبة بتاعت المادة رقم في المية باستخدم وزن القماش تاني مادة من الدهاني 200 جرام كربونات سوديوم لكل 100 متر من القماش 8 كيلو منه 8 جنيه دي رابط غالب بطول القماش رابط غالب طول الأرغماش عشان كده جبنا الخطوة دي كمية الكربونات من طول القماش 4 خطوة 3 جرام لكل لتر الليسابول 8 كيلو منه 5 جنيه طالما اداني النسبة بتاعت المادة بقى دي الليسابول جرام لكل لتر يبقى انا باستخدم حجم المحلول عشان كده هو مديني نسبة القعدة تحت في المثال علشان ايجيب له حجم المحلول واجيب منه كمية الليسابول الليسابون. يبقى احنا استخدمنا 3 افكار في المثال دو. في السودا الكوية استخدمنا وزن القماش. في الكربونات السوديوم جبناه عن طريق طول القماش. في الليسابون جبناه عن طريق حجم المحلول. زي ما طالب مني ايجاد كمية كل مادة من المواد المستخدمة وثمنها. علما بقى نسبة الكاد 1 الى 5. اهو مديني نسبة الكاد عشان عارف ان انا هجيب حجم المحلول. ايجاد كمية المصاريف المقدرة بنسبة 10% من 8 المواد. بعد ما جبت 8 المواد الاجمالي بتاعها وجمعتها. طربتها في 10% عشان اجيب قيمة المصاريف. تالت خطوة بقى او تالت مطلوب عايزه. ايجاد كيمة الاجور المقدرة بنسبة 3 جنيه لكل 100 متر من القماش. يعني انا عندي كل 100 متر بشغلهم. بياخدوا اجور او بيستهلكوا اجور 3 جنيه. طب انا عندي القماش كله 15000. يبقى كده هيستهلك قد ايه? او هنكلف قد ايه? يبقى كده احنا جبنا المثال زي ما احنا محلناه بالشكل دوت. اول حاجة جبناها وزن القماش عن طريق طول القماش في وزن المتر الطولي على الالف السابتة. وبدأنا نحل زي محلنا مع بعض بيدينا. وبكده تبقى انتهت حلقتنا النهاردة. ونكمل مراجعة في الحلقة القادمة. ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.